اليومين اللي فاتوا أربعة وخميس وحضرت شفت ونقاش سيادة رئيس معاكو ومع الشباب وشفت اليومين دول ازاي بمعنى ايه شفتهم ازاي هل كان باس العادل قبل اليومين دول رغم الحوار ورغم الكتلة والحوار الوطني وغير فكرة التفاعل المباشر بعد أربعة وخميس على الأرض لا الوضع اختلف اكيد يعني كل يوم بتقربي فيها من شكل الدولة دي بتستفدي كتير وبتشوفي مشهد مختلف يعني مشاهد مختلفة والحقيقة حجم المسئولية لما تبقى عليك على كتافك وانتي بتوجهي خطاب للرئيس او بتتكلمي فيه وهنا الرئيس هو الدولة كلها الدولة كلها قاعدة بتستمع هي الحقيقة مسئولية كبيرة وبتشعوري ساعتها ان المسألة مش كلامه بس يعني المسألة يعني اكبر بكتير من انك تقولي كلام المسألة فيها تبعات واحمال يعني مختلفة انا عايز اقول لحضرتك انه القدر الاكبر من اللي انا شفته في اليومين دول مسألة المسئولية ان المسئولية يعني شيء مش سهل سواء انتي في الطرف ده او في الطرف ده حتى لو في الطرف اللي مش مؤيد على طول الخط وطرف الدولة مسئولية صعبة فانه المسألة بتبقى بمين يقدر يتحمل المسئولية في كل الاطراف مين قادر يبقى موضوعي مين قادر انه يبقى في حالة اتزان حقيقية مش بيمثلها يبقى شايف الشيء اللي مش كويس والشيء الكويس وقدر يعبر عنه وزي يقدر ينقله للدولة دي بحيث تستقبله ما فيه كذا طريقة ان حضرتك تقولي اللي بتعترضي عليه فيه كذا طريقة فيه طرق غير مقبولة بالمرة وفيه طرق الدولة تقعد معاك وتسمحها وتتحاور فيها ونوصل لديل مع بعض كيفية الوصول ونقاش كيفية الوصول لهدف وانا بالضبط يعني ده اللي انا حاولت اقدمه في الخطاب ان انا قلت الحاجات البروز والكونز الحاجات الكويسة والحاجات اللي انا شايفة عايزة تصحيح وتعليل واعادة شغل واستقبله الرئيس بمنتهى الاستحسان يعني انا ما شفتش الحقيقة انا يعني شايف سيدر رئيس قدامي واي كنته بان انا شايف انه مستقبل اي كنته ما بينكو شايف انه يعني اتكتب انه سيدر رئيس انفعل على البعض في انه شايفه انفعال ولا شايفه من نفس الزاوية اللي حضرتك بتقولها إن أنا بقيت قريب من المسئولية وإن المسئولية مش سهلة ومش أي حد يقدر يشيل المسئولية دي شفته زي أنا شايف والله لو الانفعال ده حصل في أول لقاء ما بين المعارضة والرئيس بشكل واضح كده ومواجهة مباشرة ده عظيم يعني لأنه في النهاية إحنا جايين من جزر مختلفة الرئيس جاي من جوة المسئوليات والتبعات وهو تلاقيه هو جاي بيتلقى ألف خبر إحنا ما نعرفوش منها السيء منها اللي فيه مشاكل يعني عليه أحمد إحنا كمان علينا ضغوط علينا ضغوط إن إحنا لازم نعبر عن الناس حتى الناس اللي مش مدركة الصعوبات بس لها طلبات على فكرة من حق الناس إنها تطلب حتى لو مش مدركة الصعوبات الناس العادية أي فإحنا بنمثل الناس دي فلو ده أول لقاء أنا بشوف إنه يا مدام عزة عارفة حريك لو اللقاء ده مرة واثنين وثلاثة حتى مع أشخاص مختلفة جدار الثقة هيتكون وده اللي أنا قلت الحريك في اللقاء وده المهم صحيح اللقاء اللي قبل ده اللقاء إنه إنه إحنا بنبني جدار ثقة أي بيننا وبين الدولة إحنا أطراف من خارج الدولة من خارج الدولة الجهاز يعني اللي بيدير وبيحكم لكن إحنا في قلب الدولة وبنحبها وعايزين موصلحاتها فالجدار ده لو تبنى لو سمعنا بعض لو فيه التزان خلانا نقرب لبعض مفيش شياطين يا جماعة في الناحيتين على فكر كل حد بيحاول شايف إن ده ممكن يحصل بقى وحوار وطني ونتائج شايف لحضرتك بتقوله ده اللي نسيات الرئيس قال أي حاجة من صلاحياتي هيقول عليها الحوار الوطني أنا حنفزها رجعت مختلف من اليومين دول بإنه لا يا جماعة محتاجين لنا أصطفة أكتر عشان إحنا نقدر نعدي من اللي إحنا فيه شايفت ده؟ طب أنا هقول لحضرتك والله مفاجأة الكلام اللي قاله الرئيس أنا بقوله أول ما بدأ الحوار طولهم رئيس الجمهورية هينفذ طلبات الحوار الله ما كانش حد مصدقني والله الرئيس قالها بنفسه أصلا أنا مش هبقى نظام سياسي يقيم حوار واجيب المعارضين اللي كانوا مش موجودين أصلا وأعادهم جوه والدولة تسمحوا وأنا مش عايزة نفذ طلباتهم يعني الكلام إن ده للاستهلاك المحل ده كلام فاضي شكل صورة ومنظر ما تعملوش دولة عاقلة ولا يعملوا نظام سياسي عمل كل هذه التطورات في الوقت ده فلأ لأ أنا متفائل الرئيس بنفسه قال أنا هنفذ مخرجات الحوار إلا هتتفقوا عليه هعملوا يعني ده شيء في منطقة اللطف والسياسة شرفتين